موسيقى خلونا نقولكم على فاكرتنا النهاردة فاكرتنا الاولى هنبدأها بالحديث عن رقن الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي انطلق وعليه اقبال كبير جدا طبعا زي العادة والطفل اكيد بيكون ليه نصيب كبير من انشطة وفاعليات المعرض هيكون كمان ضفنا الاستاذ احمد عبدالعليم مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على رقن الطفل بمعرض الكتاب هنعرف منه كل الكواليس والتفاصيل اما فاكرتنا التانية فهنستمر برضو في الكلام عن معرض الكتاب لكن هيكون ضفنا في فاكرتنا الكاتب والروائي بيجاد سلامة صاحب كتاب الملكة اليزابيس اللي هيكلمنا ويحكينا تفاصيل واصرار عن حياة الملكة الراحلة صاحبة التاريخ الكبير في حكم بريطانيا وهنعرف منه ليه بالذات اختار الملكة اليزابيس عشان يكتب عنها وتفاصيل تانية كتيرة هنعرفها معاكم في فاكرتنا الحوارية التانية انتظرونا اما دلوقتي فهنروح معاكم عشان نشوف ابرز الترندات النهاردة ونرجع لكم مرة تانية موسيقى 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 صباح الورد عليكم مشاهدينا مرة تانية خلونا نبدأ اخبارنا معاكم من احتفلات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72 والفعليات اللي قامت بها الوزارة خلال الاحتفلات سواء ندوات او حفلات او حتى توزيع هدايا على المواطنين وان بين الفعليات دي كانت فيه فعالية مهمة قامت بها الوزارة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي من خلال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الحقيقة الفعالية كانت عبارة عن قوافل توعوية اتوجهت للاندية الرياضية الكبرى تحت عنوان لا للمخدرات انت اقوى من المخدرات للتوعية باضرار تعاطي وادمان المواد المخدرة بمشاركة قيادات وضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن فعالية دي وايه اللي تم خلالها من ضفنا على الهاتف الاستاذ متحة وهبة المستشار الاعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان صباح الورد على حضرتك صباح الورد على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام يعني في البداية عايزين هراك تكلمنا عن اهم الاندية اللي زارتها القوافل يعني خلينا اقول لحضرتك احنا انتم في صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي احنا الحقيقة نشتغل مع المؤسسات المعنية مع الوزرات مع كافة الجهات بهدف هو العمل على مكافحة تعاطي المواد المخدرة حماية شبابنا من الوقوع في براسل الادمان بالفعل في اطار الاحتفالات بعيد الشرطة الاثنين وسبعين كان فيه تنسيق مما بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والادارة العامة لمكافحة المقدرات التابعة لوزارة الداخلية والحقيقة ده يعني على مدار الفترة الماضية فيه جهود لان الادارة الحقيقة لها برضو الشغل في غاية الاهمية وهي مكافحة تعاطي المواد المخدرة والحد من الادغار ايضا السندوق مكافحة وعلاج الادمان بيشتغل على اكثر من المحور التوعوي فكانت كده خلال الاحتفالات بعيد الشرطة الحقيقة تم اطلاق قافلة توعوية بدأت من الادارة العامة لمكافحة المقدرات لتجوب الاندية الكبرى زي النادي الاهلي الزمالك مركز شباب الجزيرة بدأت القافلة بتنفيذ انشطة توعوية لزوار الاندية سواء توعية الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وازاي لو الاسر اللي اقدر الله عندها ابن بطعاطة مواد مخدرة ايه ابرز العلامات اللي ممكن تشير ان الابن بطعاطة وازاي تتواصل مع الخط السندوق مكافحة وعلاج الادمان اللي هو 16-23 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانة وستبية تمن عايزا تم تنفيذ انشطة توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى شبابنا عن المقدرات مثل ان المقدرات دي بتساعد على نسيان الهموم تنشيط الزاكرة لتحصيل يعني او القدرة على العمل لفترات اطول كلها لحاية معتقدات خاطئة والمعتقدات الخاطئة دي ما جاتش من فراغ احنا لما بتحل البيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لسندوق مكافحة وعلاج الادمان اللي هو 16-23 بنشوف ايه ابرض الدوافع للتعاطي بنلاقي ان من ضمن الدوافع للتعاطي حب الاستطلاع والتقربة اللي مرتبطة بالمفاهيم المغلوطة اللي اشارت لحضراتكم عليها ايضا بيتم الحقيقة في اطار برضو القافلة التوعوية يعني تنفيذ ورش حكي والعاب تفعولية للأطفال مرتبطة برفع وعيوم بخطورة التفحيل عظيم جدا كل ده الحقيقة بجانب ايضا ان ازاي كمان التوعية ان لأي مريض كمان اي مريض اتمان يقدر ان هو يستطيع الحصول على كافة الخزامات العلاجية مجانة وسرية تامة من خلال مراكز العظيمة التابعة لسندوق مكافحة وعلاج الادمان اللي عندنا 28 مركز علاجي منتشرين فيه 17 محافظة بجانب ان احنا بصدد افتتاح ست مراكز علاجية جديدة هذا العام كل المراكز العظيمة التابعة للسندوق دي بتقدم الخزامات العلاجية مجانة ومفترية تامة طبعا طيب او ستزا متحد كنا برضو عايزين نعرف من حضرتك يعني مدى التجاوب والاقبال من الشباب على القوافل واه تماماتهم كمان والمحتوى كمان اللي انتو بتقدموه خلينا اقول لحضرتك لا بنلاقي مدى يعني اقبال كبير الحقيقة من جانب الشباب ومن جانب الاسر لان زي ما بقول لحضرتك احنا الانشطة بتتميز ان هي بتبقى بتبقى انشطة مش مباشرة ولكن هي الانشطة بتتميز ان هي بتتماشى مع المراحل العمرية المختلفة يعني المبادرة اللي بيتم تنفيذها للشباب زي مبادرة خدعوكة فقالوا تصحيح المفاهيم المغلوطة بتبقى مختلفة عن المبادرات الخاصة بتوعيد القسر عن الافصال فبالتالي كل مرحلة عمرية بنستهدف لها برامج وانشطة توعوية مختلفة لان احنا حتى كمان الانشطة التوعوية والبرامج الوقائية عندنا مبنية على أساليب علمية بمعنى لما بنحل البيانات المتقدمين للعلاج بنشوف كمان ايه ابرز انواع المواد المخدرة اللي هي بيطعطوها الناس المتقدمة للعلاج بيشوف كمان الفئات العمرية المستهدفة عشان لما نيجي نضع الخطط والاستراتيجيات بتاعتنا الخاصة بالبرامج الوقائية تبقى مبنية على الأساليب علمية وبالتالي يبقى لها صدق وتجاوب وتأثير اللي ده شبابنا لتوعيتهم ويمكن ده يمكن شفناه في الحملة اللي احنا اطلقناها على مدار ست سبع سنوات الماضية بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح والحقيقة كان يعني متطوع للتوعية وسفير صندوق مكافحة وعلاج الازجمان حملة انتأكوام المخطرات اللي كان لها صدق كبير ومرطود على المستوى المحلي والعالمي يمكن على المستوى المحلي زودت عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقي العلاج ربعمية في المية يعني اربع اضعاف في المية الحاجة التانية على المستوى العالمي اعتبرتها كتير من الدول ان هي من الحملات المؤثرة والملهمة والابداعية في التوعية اللي ده شربنا باضرار تعاطي المواد المخدرة واستعانت بها وزارة الامن العام في دولة الصين ونشرتها على الموقع الرسمي لها للتوعية باضرار تعاطي المواد المخدرة كل المحاور الحاجة يمكن يعني ما جاتش من فراغ لانه كان على مدار العشر سنين اللي فياته الحقيقة كان فيه ثمان كبير من القيادة السياسية بملف مشكلة تعاطي المواد المخدرة ويمكن ده شهد ده يمكن في الفين واربعتاشر كان عدد 12 مركز علاجي في 7 محافظات النهاردة زي ما أشارت لحضراتك احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظة بصادت كمان افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة عزيمة حملة مهمة ويعني حاجة مشرفة وجهد كبير جدا بتقوموا به اعنا بشكر حضرتك النهاردة يعني الاستاذ متحة واهبر مستشار الاعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الادمام بنشكر حضرتك النهاردة كنت معنا في صباح الورد ونروح دلوقتي مشاهدينا تعالوا نروح نتمن مع بعض على درجات الحرى المتوقعة النهاردة ونرجع لكم مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما شفنا بقى مع حضرتكو درجات الحرى المتوقعة النهاردة خلونا نقول لكم ان الارصاد قالت انها رصدت غطاء سحابي كتيف بيصاحبه سقوط الامطار على مناطق متفرقة من الدلتة والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء بتمتد خفيفة الى مناطق من قاهرة كبرى وان درجات الحرارة مستمرة في البرودة وده لحد نهاية الاسبوع خلونا بقى نطمن اكتر على حالة التقس الاسبوع ده من الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية صباح الورد على حضرتك يا دكتور صباح الورد يا فندم اهلا بحضرتكم واهلا بحضرتنا المشاهدة اهلا بحضرتك يعني يمكن احنا بقلنا يومين كده مطرة غزيرة مع برودة شديدة فحضرك طمينينا بقى على الجو بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة الارصاد الجوية الحمد لله بالامس شفنا سقوط الامطار اللي كان متفاوت الشدة من محافظة لمحافظة وشمل طبعا مناطق من القاهرة الكبرى الخفاظ في قيم درجات الحرارة ويمكن اليوم كمان اصدرنا تحديث عن الحالة الجوية والسمرار وجود السحب الممترة بشكل كبير على المناطق الساحلية يمكن كمان الامطار تتقدم لبعض المنحافظات الداخلية بسبب وجود المنحافظة الجوية المتعمل في طبقات الجوية العالية المنحافظة الجوية بيعمل على وجود السحب المنحافظة والمتوسطة اللي بتحجيب جزء من اشعة الشمس على مدار اليوم فده بيساعد على الاحتاس بالصفات قيم درجات الحرارة وطبعا بيكون في استمرارية لفرص الامطار والمتوقع اليوم تكون امطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوكه البحري اللي هي اغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط تمتد الامطار بكمية اقل امطار خفيفة لمناطق من جنوب الوكه البحري القاهرة الكبرى مدن القناة خليجي سويس بعض المناطق من سيناء مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة لان مصادر الكتل الهوائية كمان قادم من جنوب ربا مرورا بالبحر المتوسط فده بيكون الكتل دي منخفضة في قيم درجات حرارتها فبيقضي دي انخفاض قيم درجات الحرارة والاجواء المائلة للبرودة فترة المهار في اغلب انحاء محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديدة البرودة بشكل كبير خلال فترات الليل خاصة كمان ان اليوم هيكون فيه نشاط للرياح في اغلب محافظات الجمهورية نشاط الرياح ده هيزود احساسنا بالبرودة اكتر ويخلينا الحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة متوقع مع يوم الثنين والثلاث والاربع يعني منتصص الاسبوع يكون ستتعمق ايضا للمحافظات الجو بشكل كبير يكون فيه مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة احنا متوقع عظم على القاهرة الكبرى توصل 15 درجة مقاوية فترة المهار مع منتصص الاسبوع فترات الليل الصغرى توصل لتسع درجات فبالتالي هيكون فيه مزيد من الانخفاض ومزيد من الاحتاس بالبرودة خلال الايام المقبلة استمرار فرص الامطار واليمكن متوقع تمياتها تزيد مع منتصص الاسبوع على السواحد الشمالية وتشمل كمان المحافظات الداخلية استمرار نشاط الرياح على اغلب الانحاء هيحسسني بالبرودة ويقبضي الاتراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط فبالتالي على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله متوقع اجواء شتوية بامتياز منطرة في معظم محافظات شمال البلاد انخفاض في قيم ضربات الحرارة فعشان كده منأكد على كل استعداء المواطنين الملابس الشتوية الصقيلة لازم تبقى موجودة معنا على مدار هذا الاسبوع كله وخاصة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر مهم كمان في المحافظات الساحلية المعنية اكتر بسكوت الامطار لان في استمرارية لسكوت الامطار خلال الايام الماضية وعلى مدار هذا الاسبوع فلازم اثناء سكوت الامطار تكون القيادة بدء تام لازم كمان نبتعد عن المباني المتهالكة اعمدة الانارة اكشاف الالواح المعدنية او الالواح المعدنية الموجودة في الشوارع وابشاك الكهرباء ومهم جدا المتابعة اليومية للنشرات الجوية في النهاية بنشكر حضراتك جدا دكتورة منار غانم عوضو المركز الاعلامي لهائة الارصاد الجوية شكرا لحضراتك جدا مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية ورجعنا لحضراتكم من جديد طبعا الفترة دي فيه نتائج الامتحانات بدأت تظهر بعد نهاية الترم الأول في بعض المراحل التعليمية وبنتابع النتائج وهي بتظهر في المحافظات المختلفة والأولاد طبعا بيقضوا أجازة نص السنة وبما أن أكيد فيه بعض النتائج اللي ممكن تكون سلبية أو غير مرضية كمان للأباء والأمهات فعاوزين نعرف إزاي يكون التصرف السليم نفسيا مع الأطفال دول وإزاي كمان نعرف يعني نحفزهم على التفاوق في الفترة اللي جاية بدون ما نسبب لهم أي أزا نفسي هيا كمان يا دينا إن البعض بيكون منتظر النتيجة اللي ترضيه وتحسسوا إن تعبوا مع أولاده وجيب فايدة مع الدروس بقى والمصاريف والمذاكرة والاهتمام طول الوقت وده ممكن يدفع البعض إنهم يعاقبوا أولادهم في حالة إن النتيجة ما كانتش مرضية أو سلبية واللي ممكن كمان يؤثر مستقبلا عليهم وعلى صحتهم النفسية خلونا بقى نستقبل الاتصال تليفوني مع الدكتور كريم عماد استشاري الصحة النفسية صباح الورد على حضرتك يا صباح الخير إزاي كده نعمل أيضا صباح الخير إزاي حركة يا دكتور طيب إحنا في البداية عايزين كده يعني نسأل حضرتك إحنا دايما بنبقى كأولياء أمور بيبقى لنا انطباع لو أول ما بنعرف النتيجة بتاعة الأولاد بيبقى إحنا اللي بندل الانطباع الأول فإزاي نديل أولادنا الانطباع الأول بطريقة ما تكونش سلبية أو ما تأثرش على صحتهم النفسية طيب خلينا نقول أول حاجة حاجة صغيرة جدا أنا النهاردة عشان أثر تأثير إيجابي على الطفل بتاعي أو ابني أو بنتي أين كانت النتيجة positive أو negative لازم أعمل حاجة اسمها acceptance كبول يعني أقبل النتيجة أين كانت هي أي دي أول خطوة يعني مثلا جبت جريد عالي أوكي جبت جريد واضي أوكي لازم أقبل الموضوع ده أتقبل الوضوع يعني لو نقلت الموضوع هأثر نيجاتيفتي بطريقة سلبية على ابني صحيح فهبتدي أعمل إيه أنت منك لله أنت ضيعت فلوسنا ومجهودنا وصحتنا والكلام ده السؤال اللي بيطرح نفسه هل لما أنا هتعامل مع ابني بهذه الطريقة هل حاجة هتتغير لا طبعا بس دكتور عميدك كنت عايز أقول حضرتك على حاجة هو طبعا مش كل الأمهات فيه ناس برضو بتبقى يعني زعلانة عن نتيجة فما تقدرش تصرف بطريقة دي فكنا برضو عايزين نعرف من حضرتك لو الأم أو الوالد عايز يعاقب ابنه على النتيجة اللي طبعا هم مش راضين عنها وحاسين هي السنة مثلا ضوعت أو ممكن تضيع فبيبقى القانين ممكن نعاقبهم برضو ازاي ماشي قبل ما أكلم بس في حتة العقاب خلينا أقولك أصلا إزاي الأب والأم يستقبلوا النتيجة أه يعني فاهمة؟ يعني خليني كده نشوف الأب والأم إزاي يقدروا يستقبلوا النتيجة بتاعت ابنهم أنا النهاردة مثلا على سبيل المثال النتيجة هتظهر بكرة أي أب والأم لازم يعمل كده لازم يعمل اتنين اتنين كل سيناريو أول واحد اللي هو يشوف ابنه حصل على أعلى نتيجة ممكنة وإزاي هيتفرف معاه بطريقة إيجابية ويعمل إيه ويكافق إزاي والكلام ده دي أول حاجة طيب تاني حاجة أشوف ابني جايب أسوأ نتيجة ممكنة وهشوف إزاي هقدر أتعامل معاه لازم أحط أول حاجة اللي اتنين كل سيناريو دول دول قبل ما شوف النتيجة ليه؟ عشان الريأكشن بتاعي لو أنا ما عملتش كده هيبقى الريأكشن وأنا مثلا عندخلت شوفت النتيجة وأنا مش عامل الحاجات دي شايف وورس كل سيناريو وبيست كل سيناريو لما أخش أنا شوف النتيجة ذات نفسها هتصدر فهعمل الريأكشن غلط مع ابني دي كده إيه؟ أول حاجة أول حاجة لازم أعملها طيب إزاي بقى أصلا عاقد ابني بالظم وصلت تعالي نشوف تعالي نشوف إحنا عندنا عقاب إيجابي عقاب سلبي حلو كده؟ أكيد تعالي كده هفهمالك بممطقة البساطة أول حاجة سواء هتبق ده أو سواء هتبق ده أنا هعود لازم أعود مع ابني النهار ده النتيجة أنت مثلا جبت جريد أو سئدت مثلا أو جبت النتيجة مش أفضل حاجة لازم أعود مع ابني وأعمل حاجة اسمها جلسة مكشفة يعني جلسة المكشفة أنا هعود معاه وأعرف الأسباب اللي خلته يوصل للنتيجة دي كده أنا بتعامل مع إيه؟ كده أنا بتعامل مع الأسباب دي أفضل طريقة تعامل بيها مع ابني ليه؟ أسوأ حاجة أي حد يقدر يعملها اللي هو يبتدي يعاقب فيزيكال أو يبتدي يعاقب ويبتدي يوجه كلام سلبي مش هيحصل حاجة لكن لو الأب عمل مكشفة مع ابني تعال نشوف أنا النهار ده كأب عملت 1-2-3 كنت منتظر منك 1-2-3 إنت شايف ليه إحنا وصلنا للطريق ده إنت شايف ليه إنت وصلت لكده طيب إنت شايف ممكن تعمل إيه لنفسك؟ كعقاب لنفسك كل حاجة تيجي منين؟ كل حاجة تيجي من حضرتك أصدق أن إحنا ناخد الطفل واحدة واحدة لغاية ما إيه نوصل لنتيجة اللي إحنا وصلنا لها دي سببها إيه؟ طيب لو عايزين نعرف يا دكتور ونكتشف اهتمامات أولادنا من خلال نتائجهم الدراسية دي نقدر نعملها إزاي؟ أو نقدر نوجههم إزاي؟ نعم مش فاهم السؤال يعني لو عايزين نشوف اهتمامات أولادنا من خلال النتيجة الدراسية بتاعتهم ممكن يكون بيجيب درجات كويسة في مادة معينة ساينس مثلا أو يعني علوم أو مواد أخرى أقدر أوجهه إزاي بقى؟ يعني أقدر أخد الجزئية دي فيه وأناميها فيه إزاي؟ صحي نكتشف الفاشن بتاعه في حاجات فيه اختبارات كثيرة جدا 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 بيروح المتخصص للايف كوتش أو كونسلر يقول له يعمل ينعمل مع الطفل أو الولد يعني السؤال معين السؤال ده بيطلع إن الباشون بتاع الإبن ده كذا ده مثلا عنده باشون في الحاجة الكرياتيفيتي الحاجة الإبداعية لو إحنا اهتمينا بجانب الإبداع عندك رسم أو أي حاجة من الكلام ده أوكي في واحد تاني لأ عنده الحاجة المهارة اللي عنده حاجات الفيزيكال يعني الحاجات البدنية أكثر رياضة أو كده رياضة فإحنا لو إحنا طريقتنا في الرياضة ممكن يبقى حاجة حلوة جدا في واحد تاني لأ عنده المنتل حاجات الزهنية أعلى وأعلى فلو إحنا اهتمينا به اللي إحنا مثلا يخش مجال الساينز أو الحاجات الويب سايت أو الريبورتات والكلام ده يبقى حاجة مليهمة لي ففيه طبعا استيسمنت بيتعمل عشان نكتشف الباشون الشذف بتاع الولد بتاعنا صحيح في نهاية بنشكر حضرتك جدا دكتور كريم عماد استشارة الصحة النفسية شكرا لحضرتك الفترة الأخيرة بقى بقينا نسمع بعض التحذيرات من تسخين أكل معين أو إعادة تدويره زي ما بيقولوا وهو إن إحنا بنستخدمه لعمل وصفات تانية كنوع من توفير النفقات وعدم إهدار الأكل الزيادة كمان للحد من تأثيرات الخاطئة على البيئة وطبعا من كتر التحذيرات دي ما بقناش عارفين فين الصحة وفين الغلط يديني وطبعا كان رغم إننا عارفين ودايما بنقول إن في بعض الأكلات بنحب ناكلها بيتة أو بعد ما نعملها بيوم مثلا زي مثلا الطبخ يعني مثلا فيه ناس بتحب البمية والملوخية لما يعدي عليها يوم لكن مع التحذيرات الكثيرة عاوزين نعرف إيه فين المشكلة في تسخين الأكل يعني إيه أهم الأطعمة اللي ممكن يعني فيها مشكلة في تسخين الأكل فكل ده هنعرفه وهنعرف كمان إيه الأكلات اللي يعني اللي ينفع نسخنها وفيه أكلات كمان ممنوع نهاية تتسخن بيبقى ليها أضرار كل ده هنعرفه من دكتورة نهلة عبدالوهاب أستاذة البكتيريا والتغذية العلاجية والمناعة صباح الوردة على حضرتك أهلاً أهلاً يا حبي أهلاً بحضرتك طبعاً كنا بنكلم على الأكل فعايزين حضرتك تتعرفين الأكلات اللي ينفع نسخنها ونكلها ممكن تكون بيتة والأكلات اللي ما ينفعش خالص تسخنها وحتى أن إحنا يعني لازم نكلها فريش على طول هو بصي إحنا ممكن كل الأكل أهم حاجة إحنا لما نبخ الأكل يوصل عن درجة حرارة سبعين أو فوق يعني يتسخن بدرجة كافية وبعد كده ما يتسابش بره في درجة حرارة الورصة اللي يتبقى 25 هو اللي ويندوز أكثر من ساعتين بعد كده يتحب في الدلاجات كلام أطrib� على كل الأكلات وكل الأكل ما فيش حاجة غير الدني حتى في الصيف وفي الشتاء يعني نعم في الصيف وفي الشتاء مفهد في فصل الشتاء فيه ناس بتسيب الأكل بره بيقول أن الدنيا برد وكده فبقول حضرتك في الصيف وفي الشتاء في الشتاء فعند الشتاء ساعتين أقصى حاجة في الصيف ساعة 1 أوكي بتفضلي نزول طب يا فانتم كنا عايزين نسأل حضرتك يعني ايه الضرر اللي ممكن يحصل لو احنا اعدنا تدوير هذا الطعام او اعدنا التسخين بتاعه احنا ممكن نسخن يعني احنا لو اكل بعد ما حددناه يتسخن ودخلات تلاجة ممكن يتسخن بس مرة واحدة مش اكتر من مرة طيب هل حضرتك التسخين الاكلة يعني التسخين الصحيح ليه ايه علبو تجاز ولا في المايكرويف ولا فين بالزبط او في الفرن مثلا هو طبعا المايكرويف جميل جدا عشان انت بتطريش تحطي مياه بس المايكرويف فيه عيب معين انه هو يعني مش بيتخلل الحاجة فلازم لما تتخلي في المايكرويف تقلبي الحاجة قوية عشان كلها تاخد السكون يعني يا دكتور احنا بنشكر حضرتك وبنشكر حركة على المعلومات المهمة دي دكتورة نهلة عبدالوهاب واستاذ البكتيريا والتغذية العلاجية والمناعة هنطلع لفاصل بنرجع لكم مرة تانية صباح المرد على حضرتكم مرة تانية ورجعنا لكم مع الفقراء بتاعتنا الاولى من ايام قليلة بدأ معرض الكتاب والحقيقة ان الاقبال عليه مرتفع جدا كعادته كل سنة وزي ما اكيد كلنا عارفين ان المعرض ووزارة استقافة بيهتموا جدا بشكل خاص بفكرة تشجيع الاطفال على القراءة وبيقدموا كمان كل سنة جناح او قسم خاص بالطفل بيضم كثير من الاعمال التعليمية والتصقفية ده غير كمان النشاطات والورش التدريبية كمان اللي بتشجعهم على اكتشاف وتنمية مواهبهم طيب ايه جديد بقى السنة دي في القسم الخاص بالاطفال بداخل معرض الكتاب وهل الاقبال على القسم ده تحديدا مرتفع زي كل سنة ولا لأ ده اللي هنعرفه من ضفنا اللي بنوارنا النهاردة الاستاذ احمد عبدالعليم مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل بمعرض الكتاب صباح الورد على حضرتك كيف عمل صباح الخير صباح الخير طيب احنا في البداية كنا عايزين نتكلم بقى مع حضرتك عن ايه الجديد في جناح الاطفال يعني دايما كنا فيه بقى حاجات دايما بنسمع عنها انواع كتب معينة فيه انا فاكرة المكتبة الخضراء دي حاجة من الحاجات العلامة يعني في حياتنا في معرض الكتاب فايه بقى الجديد اللي ممكن نلاقيه السنة دي للطفل طبعا عدد دور عرض زاد طبعا اكتر من السنوات اللي فاتت بالاضافة طبعا لاهتمام وزارة الثقافة بركن الانشطة طبعا الاطفال بيجوا مع زويهم من الساعة عشرة صباحا بيكونوا متواجدين احنا عندنا عدد من الانشطة استهدفنا بين ان يكون فيه جزء من الانشطة ينمي وعي الطفل وجزء يكتشفه من خلاله مواهبهم وجزء طرفيه طبعا ده كمان بيشتغل بشكل متوازي يعني داخل القاع مش بشكل متوالي فهنلاقي اللي عنده رغبة في انه يحضر ندوة هيلاقي ندوة اللي عنده رغبة في انه يحضر حكي هيلاقي اللي عنده رغبة في انه يرسم ويلون هيلاقي بشكل متوازي داخل هجازي مجد فبالاضافة طبعا كل كتاب وفناني وباحثي الاطفال بيحبوا طبعا ان هم يكونوا متواجدين في هذا الركن ليلتقوا بالاطفال بشكل مباشر وده بالنسبة لهم مهم جدا وطبعا احنا بننتهيز هذه الفرصة ان احنا نتعرف عليهم ويتعرفوا علينا باشكال مختلفة سواء كان من خلال الركن القولي او الركن التفاعلي او الركن الفني عظيم جدا طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان فيه دايما اهتمام مستمر بالاطفال بقسم الخاص بالاطفال خلال المعرض كل سنة عايزين نعرف المشاهدين ليه بنهتم فعلا بالقسم الخاص بالاطفال وايه اهمية الكراءة بالنسبة كمان للاطفال طبعا بالنسبة لاطفال الاطفال هم المستقبل اطفال هم اي امة لكي تنهض يجب ان تهتم باطفال طبعا بالنسبة لوزارة الثقافة وبالنسبة للدولة المصرية الاطفال اولا طبعا فده بالنسبة لنا احنا بنسعى لبناء الطفل وبناء شخصية الانسان المصري وده هدف استراتيجي من ضمن هدف وزارة الثقافة طبعا بالنسبة للقراءة ده الوضع الحالي فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي وفيما يتعلق بتطور المعرفة ما بقاش يعني زمان كان بيحصل التطور المعرفي كل عشر سنين دلوقتي تقريبا كل لحظة فيه تطورات جديدة بتحصل على مستوى العلم وعلى مستوى المعرفة الراية مهمة جدا بالنسبة للطفل عشان بقى فيه حاجة اسمها التعلم المستمر التعلم المستمر مش هيبغي من خلال الراية بالاضافة كمان ان تعلم اللغة الام اللي هي اللغة العربية ده مهم جدا لانه بيخليه يقدر ينتمي بشكل اكبر لهوياته الثقافية خاصة في ظل تعليم الاجنبي والانترنت فمسألة الهوية دي مسألة مهمة جدا من خلال تعلمه اللغة العربية تعلم اللغات الاخرى مهم طبعا علشان يقدر يتطلع على العلم والمعارف والمعارف الاخرى فالقراءة هي اللي هتتحلو هذه الفرصة بالاضافة طبعا لمتعة القراءة في حد ذاتها سواء كان اللي بيراه أدب أو معرفة أو أي شكل من أشكال المعارف الاخرى طيب يعني أستاذ أحمد عايزة أعرف من حضرتك القسم بيخاطب سن كم وهل فعلا العمر بتاع من 15 و 16 المرحلة العمرية الشائكة هيجوا يلاقوا كتب مناسبة لهم هيلاقوا يعني حاجة مناسبة للعمر ده لأن ده أصلا سن محير فصعب أن هم يلاقوا دايما حاجات بتخاطب الاحتياجات بتاعتهم فهل في حاجات مناسبة للسن ده مبدايا طبعا ركن الطفل لكل الأطفال من 4 إلى 18 هيلاقوا حاجة تناسبهم على مدار اليوم طبعا كان فيه فعلا في فترة من فترات تضاقل في الأعمال الموجهة للأطفال ما نطق عليهم اليافعين لكن أصبح فيه اهتمام كبير سواء كان من الكتاب أو من الهيئات المختلفة ودور الناشر بهذه المرحلة هيلاقوا سواء كان في المعرض ككتاب يشتروه هيلاقوا كتب كتير لروايات لليافعين في هذا العمر وكمان على مستوى الأنشطة داخل ركن الطفل هيلاقوا أنشطة تتناسب معاهم وكمان هيقابلوا الكتاب فيقدروا أنهم يسألوهم ويتحوروا معاهم بأشكال مختلفة فده طبعا هيكون إيجابي جدا وطبعا بنرحب بكل الأطفال من كل الأعمار من سن هاريك قلت 4 سنين من 4 سنين بحيث أنه يقدر يتجاوب ويتفاعل مع المشرفين والمنشطين الثقافيين الموجودين أو مع الكتاب والرسامين وغيرهم ويمارس نشاط من الأنشطة الموجودة طيب أستاذ أحمد بما أنه طبعا بنتكلم عن المراحل العمرية هل فيه تصنيف عمري مكتوب على الكتاب يعني إزاي مثلا أختار لإبني الكتاب اللي يناسب سنه وطبعا إحنا المركز القامل الثقافة الطفل ووزارة الثقافة بتنادي بالموضوع ده من فترة طويلة أنه ضرورة أن يكون فيه المرحلة العمرية على كل الكتاب فيه بعض دور النشر بتستجيب وفيه بعض دور النشر ما زالت ما بتستجيبش لكن طبعا هيبان الكتاب طبعا من خلال شكله الخارجي المرحلة العمرية اللي تخصه وهتعرف طبعا الأم أو الأب هيعرفوا يختاروا لابنهم كتاب كويس ولكن يعني إحنا نتمنى طبعا أن يدور النشر كلها تهتم بمسألة المرحلة العمرية لأن دوت أولا بيخلينا نقدر أن احنا نقيم الكتاب بشكل جيد لأنه موجه لمرحلة بعينها فنقدر نقول الكتاب ده بالفعل هو مناسب ولا غير مناسب ثانيا بيسهل على أولياء الأمور اختيار الكتاب أكيد طيب الدولة من فترة قامت بعمل مسابقة المبدع الصغير وإحنا عارفين أن في المعرض هيتم يعني احتفال هيتعمل احتفال وهيتم تقريبا هيمدوا على الروايات بتاعتهم أو هيكونوا بيعرضوا الروايات بتاعتهم فممكن هل تكلمنا عن المسابقة زي؟ طبعا جائزة الدولة للمبدع الصغير دي من أهم الأحداث اللي حصلت في الأونة الأخيرة طبعا هي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية صحيح الجائزة مهمة من الناحية الأدبية ومن ناحية المادية هي في كل الفروع سواء كان أدب أو فن أو موسيقى وغناء أو حتى ابتكارات علمية وتطبيقات علمية عزيمة بتغطي كل المراحل العمرية من 6 إلى 12 دي مرحلة ومن 12 إلى 18 مرحلة أخرى طبعا الجائزة لا تقف عند أن هي بتدي جائزة لطفل في كل فرع من الفروع ولكن فيه اهتمام كبير بما يطلق عليه القايمة القصيرة أو العشرة الأوائل اللي نفسه على أن هم ياخدوا الجائزة وزارة الثقافة أوكلت للمركز القومي الثقافة طفل الاهتمام بالأطفال ما بعد الجائزة احنا طبعا عندنا اهتمام على كل مستويات مستوى الأدبي ومستوى الفني وكمان مستوى العلمي من خلال الصالونات المختلفة اللي بيقدمها المركز القومي لثقافة الطفل سواء كان صالون المستقبل للاهتمام بالعلم والابتكارات العلمية وصالون ابن الهيسم للعلوم المختلفة وصالون المبدع للكتابة أدب الطفل وفنون الطفل طبعا في المعرض احنا عندنا ندوة يوميا مع الأطفال اللي تم نشر كتبهم وهم حصلين على الجائزة طبعا بيكون موجود الكاتب والرسام بيوقع كتابه للأطفال بعد ما يتكلم عن كتابه في حضور كاتب كبير بيتناقش معاه في طبيعة الكتاب اللي بتقدمه طيب استكمالا لكلام حضرتك حضرتك شايف ان الطفل لما بيروح يزور المعرض وانه يلاقي ان الكاتب الكتاب اللي هو مثلا بيختاره أدو أو أكبر منه شايف ان ده بيحفز الطفل فعلا وبيخليه يعني ان هو يبقى عايز يكبر بقى يبقى عايز يكتب برضو زي الكاتب ده وكده شايف ان ده وجود يعني وجود ده مهم جدا للأطفال اللي تشجعوهم بالتأكيد هو مهم على مصريات مختلفة أولا مسألة ان يبقى الكتاب من طفل لطفل ده بيبقى بيوصل أسرع وبيستجيب الأطفال بيستجيبوا للأطفال اللي في نفس عمرهم ده طبعا بيشجع الأطفال المبدعين على ان هما لما بيلاقوا كتبهم اتنشرت بيشجعهم ويحفزهم على ان هما يكملوا في تنمية مهاراتهم بشكل مستمر وبالنسبة للأطفال اللي بيكونوا متلقين لهذا الحدث هم بيرغبوا في ان هما يعملوا نفس زي ما هو ما بيعمل فده بيبقى تشجيع للمواهب بشكل كبير طيب وزارة الأوقاف دخلة بنشاطات في المعرض يعني فأيه أنواع النشاطات دي وبرده مناسبة لعمر إيه؟ يعني عمر قد إيه برضو من الأطفال يعني طبعا أنا بحيي طبعا وزارة الأوقاف تحديدا أنها على مدار السنوات القليلة الماضية بدأت تهتم بالطفل وبثقافة الطفل ومن أهم الأنشطة اللي بتعملها هو وجود أنشطة ثقافية داخل المساجد المصرية المختلفة وده جزء مهم جدا خاصة في ظل رغبة الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني وفي تنمية الفكر والبتعادة عن التطرف طبعا الفكري بشكل كبير طبعا وزارة الأوقاف مشتركة في المعرض بشكل عام وفي أنشطة الطفل بشكل خاص من خلال مجموعة من الأنشطة لكل الأعمار برضو هم عندهم أكتر من مجلة موجهة للطفل عندهم أنشطة فنية عندهم مجموعة من الكتب الموجهة للأطفال في أعمار مختلفة وكمان بأسعار زهيدة وزارة الأوقاف المصرية بتشارك مع وزارة الثقافة في كتير من الأنشطة احنا طبعا بنسعد بدوت في ظل توجهات الدولة المصرية بضرورة التنسيق ما بين الوزارات المختلفة من أجل تنمية الطفل المصري عزيم جدا طيب حضرتك شايف طبعا بما أننا نتكلم عن الأوقاف شايف إن حضرتك القصص الموجودة هل في قصص بسيطة تفهم الأطفال الدين بطريقة بسيطة وكده؟ يعني مكتوبة بطريقة سهلة يعني؟ بالفعل ده متواجد بشكل كبير الوزارة الأوقاف بتستعين بالكتاب الطفل المصريين المتواجدين والحمد لله يعني أنا شايف إن فيه تطور كبير جدا سواء كان في عدد كتاب الأطفال أو في نوعية الكتابة للأطفال في الفترة الرهنة وده طبعا يعني بيعود في الآخر على الطفل بشكل كبير خاصة في ظل زيادة عدد المسابقات اللي بيبقى موجهة لكتاب الأطفال فده بيشجع الكتاب على أن هم يكتبوا هذا النوع من الفن الصعب جدا لأنه يعني بيبقى موجهة لأطفال فبيبقى مختلف عن اللي موجهة للكبار وبيبقى محتاج إن الكاتب يكون يعني على دراية بحاجات كتير مش مجرد إن هو يكون مبدع لازم يكون كمان يعني مطلع ويعرف كتير من المعلومات عشان يقدر يكتب بشكل كويس فأنا شايف إن فيه كتابات جيدة للأطفال طبعا بتستعين وزارة الأوقاف بهؤلاء الكتاب وفيه كتاب سواء وفيه دور نشر كتير كمان بالإضافة لوزارة الأوقاف بتهتم بمسألة الكتب التعليمية سواء كانت دينية أو تاريخية أو غيرها عزيم طيب أستاذ أحمد إحنا متعودين دايما من معرض كتاب إن هو بيبقى عامل ورش تدريبية للأطفال أو نشاطات يقدروا يمرسوا فيهم أي نشاط يعني حاجة فيزيكل أو حاجة هم يتعاملوا بيها بنفسهم مش مجرد أن هم يمسكوا كتاب أو يقروا إيه بقى نوع النشاطات الموجودة السنة دي وهل لها مواعيد معينة ولا هي يعني على مدار المواعيد المعرض العادية إحنا السنة دي طبعا فيه مجموعة كبيرة من الأنشطة الموجهة للأطفال ركن الطفل بيبدأ الساعة عشرة مع انطلاق أو دخول الأطفال والجمهور للمعرض وبيستمر حتى السادسة مساء طبعا الأنشطة هي أنشطة متنوعة وإحنا حارسنا أن هي تكون حتى بالنسبة لأهدافها وأدوارها متنوعة يعني مثلا عندنا حكايات انتصار علشان تكلم الأطفال عن حرب أكتوبر بمناسبة 50 سنة على نصر أكتوبر فده طبعا بيبقى موضوع مهم جدا انتصارات أكتوبر أو حكايات انتصار بيحضرها كتاب بيحضرها بعض الذين شاركوا في انتصارات أكتوبر بيحضرها باحثين بيكلموا الأولاد عن هذه الحرب وأهميتها وهذا النصر الكبير ودوره في تطوير وتنمية مصر على مدار 50 سنة عندنا طبعا المبدع الصغير ولقاء مع مبدع دي الحاجات اللي فيها بقى تفاعل للطفل كل دي تفاعلية من خلال حوارات بتتم ما بين الكبار والأطفال طبعا عندنا نقاء مع مبدع الصغير ده مبدع بيجي يتكلم عن كتابه والرسام بيتكلم عن رسمته بشكل كبير عندنا حفل توقيع لكتاب من الكتب اللي صدرت للطفل الكاتب نفسه هو بيتكلم عن كتابه وبيوقع الكتاب لكل الأطفال بيهدولهم بشكل مجاني عندنا حكايات من سينة ودي حاجة ضرورية جدا بنتكلم عن القبائل السينية السينوية بنتكلم عن عاداته التقاليد بنتكلم عن الفنون الشعبية السينوية ده لقاء تفاعلي مع الأطفال بيبقى فيه جزء كمان الولاد نفسهم بعد ما بيستمعوا بيرسموا أو بيعملوا أشكال مجسمات لحاجات قريبة من الفن السينوي عندنا مجموعة كبيرة جدا من الفنون التشكيلية رسم وتلوين سلصال إلى آخره الطفل هيجي أيا كان عمره هيستمتع سواء كان على مستوى الحوار أو على مستوى الفعل رسم أو كتابة أو إلى آخره طبعا ده من خلال مجموعة كبيرة جدا من الجهات سواء من داخل وزارة الثقافة أو من خارجها مشاركين داخل قاعة الطفل عزيم جدا طيب كنا عايزين برضو حرارك تقول لنا أجدد الإصدرات اللي نزلت السنة دي وأهم وأشهر كمان المؤلفين ولو حضرتك فيه زائر رجاي جديد ترشح له أي كتاب يعني فيه كتاب مميز يعني أنه يقرأه طبعا الكتب كتير دور نشر إحنا بنتكلم فيه أكتر من ألف ومتين دار عرض موجودين دار نشر موجودين معنا وطبعا فيه كتب متنوعة اللي أنا قدر أقوله أن الطفل سواء كانت ميوله سواء كانت ميوله علمية أو أدبية أو فنية أو معرفية أنه عايز يعرف معلومات هيلاقي الكتاب المناسب ليه فيه طبعا المركز كومنسكوف طفل عنده مجموعة متميزة من الكتب الميزة أن أسعارها طبعا رخيصة وزارة الأوقاف عندها مجموعة من الإصدارات المهمة وبرضو الميزة أن أسعارها رخيصة في متناول الدخل البسيط يعني الهيئة العامة للكتاب عندها مجموعة من الإصدارات للطفل برضو مهمة وأسعارها في المتناول الهيئة العامة لأثور الثقافة طبعا وزارة الثقافة بهيئاتها المختلفة بتكون حريصة على أن الإصدارات تكون جيدة وفي نفس الوقت في متناول الجميع في نهاية بنشكر حضرتك جدا وتشرفنا بوجود حضرتك معنا النهاردة أستاذ أحمد عبدالعليم مدير عام ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والمشرف على ركن الطفل بمعرض الكتاب شكرا لحضرتك جدا نورتنا سهلا شكرا جزيلا لحضرتكم ودايما الإعلام بيكمل دور الجهات المختلفة في تنمية الأطفال أكيد طبعا حضرتك أفتنا جدا نهاردة نورتنا شكرا جزيلا مشاهدينا لسا مكاملين معاكم انتظرونا أهلا بحضرتك في فقرتنا الثانية والأخيرة فهينورنا فيها طبعا الكاتب والروائي صدر ليه أكتر من عشرين كتاب وبيشارك حاليا في معرض الكتاب بإصدارات متنوعة واللي كان أخيرهم هو كتاب الملكة إليزابيس اللي بيحكي فيه أسرار عن حياة الملكة وأهم المحطات في تاريخ حياتها تفاصيل أكتر عن الكتاب وعن سبب اختيار الشخصية الجدلية دي على وجه التحديد هنعرفها من ضفنا اللي منورنا الكاتب بيجات سلامة صباح الورد عليك صباح الورد عليك نورتنا ونورنا طبعا قبل ما نروح في البداية نتكلم عن أهم إصداراتك وآخر حاجة كمان اللي هي كتاب الملكة إليزابيس عايزين نعرف يعني بدأت مشوارك في الكتابة إمتى وبدأت إزاي كمان والله يا فندم أنا جيت القاهرة هنا 2010 فكان بداية شغلي في دار نشر فده زود يعني إن الكتابة والقراءة عندي بنسبة كبيرة وبدأت بالأغاني موكلسوم وعبد الحليم ووردة يعني السيرة الزاتية بتستهويني شوية أنا أتكلم فيها فلغاية آخر حاجة لكتاب الملكة بس بس كده آه يعني ده أنا بدأت من 2015 تقريبا أو 2016 والكتب ما كانتش وراء بعد يعني كانت في فترات متقطعة لغاية الحمد لله موصلنا 21 كتاب عزيمة طيب قولي بقا يا بيت يعني إش معنا زي ما كنت بس قالك وإحنا في الكواليس السؤال ده أنا شخصين عايز عرف إش معنا بقا الملكة إليزابيس والله هي جات بالصدفة يعني أو هي معظم الكتب جات بالصدفة يعني هو النشر كلمني إنه هو بعد يوم وفاة الملكة على طول واخترب من الكتاب فأنا يعني ما كانش في دمائي آه هي ست يعني مشاري للجدل بتراجبها تقريبا قعدت 70 سنة على العرش وليه علاقات كتير وعلاقات بمصر وبإفريقيا وبدول العالم كلها حتى المجاهرات بتاعتها في حاجات مثلا مراس ليها في حاجات تسرقت يعني بعد وفاتها في حساب على تويتر بيقول إن إحنا بنطالب باستعادة المجارات الإفريقية اللي في التاجي البريطاني وفي الهند نفس الموضوع وفي أكتر من دولة فقصة حياتها شائعة كتير لا فيها حاجات كتير حاجات كتير جدا يعني هي عصرة مثلا من الملك فؤاد فهي معانا ملكية ورئاسة لغاية السنة لفتح فاستهوتك كتبت عنها لا أنا بحب أتكلم عن المشتر الزاتية إن أنا بحب أجمع كل حاجة عن الشخصية سواء حلوة أو وحش فأنا بعرض الأراء إنما مش متبني مثلا أنا معاها أو ضدها طيب بما إن إنت قلت إن في معلومات كتيرة عنها فطبعا ده كله أخد منك وقت تقدقي يعني جمع المعلومات دي أخد منك وقت تقدقي وكمان عايزين تقول يعني عايزك تشرح لنا بما إنك يعني كل الكتب هي سيرة ذاتية هل ليك أسلوب معين هو ده اللي أنت بتتبعه بما إنك بتحب الكتب دي يعني هو الكتاب خد وقت هو ما خدش وقت كتير يعني حاجة متوسطة لكتير أول 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 بس أنا بجمع المادة كلها يعني مثلا لو أنا هتكلم عن ميلادها فأنا ممكن أجمع مثلا ثلاثة أربع تلاف كلمة ما إن أنا مش هاخد حاجات أولاية لها بس بحيث إن أنا ما يبقاش في حاجة عندي نقصة تبقى اللي مبقى المعلومات بحيث إن مثلا لو أريد تقريد كتير حاجة عنها في مكان ما تلاقياش مختلفة لا أنا جايب كل حاجة في الكتاب هنا طب هل في أسلوب واحد طبعا تعمل كتب لكتاب كمان عن الفنانة نجاة الصغيرة والفنانة أم كالسوم وليلة مراد وشادية هل كلهم أسلوب واحد اللي طرقتهم في الكتابة؟ نجاة وليلة مراد تقريبا عملتهم زي بعض زي بعض يعني حتى البداية اللي هو قبل مثلا قبل ليلة مراد لأن كان الليلة عندها إن والدها ملحن وكان البيت يعتبر زي يعني صالون ثقافي كبير في كل حاجة ملحنين ومغنيين وكذا فأنا اتكلمت عن الوضع اللي موجود قبل ما هي تظهر ليلة مراد ونجاة نفس الوضع إنما مثلا شادية فاتكلمت عن حياتها حتى اتكلمت عن جزء مثلا الحب في حياتها اللي هي الجوازات بتاعتها الانتشار لما تابت اللحظة اللي هي تابت فيها آخر أغنية غنيتها بس إن أنا بقى مجمع كل حاجة ما يبقاش فيه حاجة معلومة نقصة أو كده حاجة مش زي ما قلت لحضرتك مثلا لو شفتها بالصدفة في موقع أو كتاب لا بجد مش جايب لي لأ أنا جايب كل حاجة موجودة فيها كل حاجة موجودة عنها طيب أعيد أسألك بقى بجد يعني ليه النوع بتاع الكتب اللي هي بتاعت السيرة الزاتية هي دي اللي بتستهويك وإيه مصادرك يعني أكيد في مصادر أيوة أيوة لأ طبعا يعني عايزة عرف إيه المصادر بتاعتك يعني أقول لحرك مثلا في نجاة تمام بما أنية لسه كان في يعني بس ونرجع للملكة إليزابيس برده عايزة عرف إيه مصادرك في الموضوع بتاع آه 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 لأ طبعا يعني مثلا في قصة أشهر قصة مثلا لنجاة اللي هي قصة حباها وكامل الشنو فأنا لقيت أربع روايات والأربع روايات يعني مثلا فكامل الشنو عنده رواية الصحفي مصافأمين عنده رواية وكتبها وده بسببها أني جات رفعت عليه قضية تحية كاريوكا عندها رواية فأنا ما نحستش لحاجة منهم أنا عرضت الأربعة مع بعض آه يعني زي عملت ساماب كده للكل الروايات وجمعت لا ويوسف إدريسي عنده رواية ففيه موضوع واحد فممكن يبقى ليه كذا رواية فأنا بجمع كل ده إن أنا بعرض لك الأربع روايات وإن ده تنشرت في جريدة كذا بتاريخ كذا العدد رقم كذا وبسيبها للقارئ لأن أنا مكنش موجود فأنا بحاول على قد مقدر إن أنا جيب المصادر سواء من أرشيف الصحافة أو أرشيف المواقع الحاجات اللي هي الموسقة طب وكتاب الملكة معلش يعني لا جمعت عنه حاجات كتير منين المصادر؟ لا من مواقع مواقع أجنبية وترجمت على قد مقدر الحاجات اللي بيبقى فيها لبس فأنا لازم أجيبها من مصدر لأن ما فيش كتب كتير اتعاملت عنها غير هناك يعني مثلا من ضمن الحاجات مثلا المساعدة الخاصة بتاعتها عامل كتاب الوجه الآخر للعملة الملكة والحقيقة وخزانة الملابس ولازم الملكة وفقت فهي كتبة تفاصيل ان احنا ما نعرفهاش مش عادين معها صحيح طيب احنا عايزين برضو نعرف منك ايه الصعبات اللي ممكن توجهك كأثناء الكتابة وخزانة كمان لو هنتكلم عن كتاب مثلا ملكة إلزاباس فايه وخزانة هي كمان شخصية جدلية بشكل كبير ايه برضو يعني الصعبات برضو اللي وجهتك ممكن فيه مهلومة أو حاجة توفق قدامي انا مش يعني فيعني معرفة اشغل متأخر اكيد تمام حتى لو كنت تعرفها معرفة عادية بس طبعا بعد الوفاة فحرك فهم المواقع والكتب كل حاجة بتزهر فان انا هتأكد من المعلومة بالضبط يعني دي الصعوبة اول حاجة او ان فيه حاجة ممكن ما تبقاش واضحة احراج تجي تقري الكتاب بعدين تقولي لأ المعلومة اللي انت كاتبها غلط فلا مش هتبغل لما يكون متأكد مية في المية ان هي صحيح يعني زي الكتاب اللي هو المساعدة بتاعي انا جبت النسخة الاصلية فترجمت حاجات معينة فيه فلقيت لأ نفس اللي هو موجود في الموقع العربي لان دي هي كاتب الكتاب بقديها وما فيش صعوبات تانية ممكن توجه غير مثلا مصدقية الخبر اللي انت او المعلومة الوقت الوقت اه طبعا اكيد اه فعشان تستكمل بقى تقرأ اه يعني فاقرأ حاجة تانية او حاجة ملهاش علاقة باللي انا بكتبها بس تفصل اه اه لازم طيب عايز اسألك بقى وانت بتكتب الملكة ايه اغرب المعلومات او الحاجات اللي انت عرفتها عن الملكة اليزابيس يعني قلنا كم حاجة كده غريبة هي مش معلومات بس هي ممكن ده يكون الستايل بتاعها او الستايل بتاع الاطم بالنسبة لنا احنا هيكون معلومات لان احنا ما نعرفش حاجات يعني دقيقة كده يعني مثلا في الكتاب اللي انا قلت لحضرتك عليه ده مثلا هي وقتها محدود فكانت المساعدة بتاعتها بتلبس الجزمة بتاعتها عشان توسعها بس يعني هما نفس المقاس فان الملكة لسه تلبس فالجزمة توسع معا لا هي تبقى كده مثلا عندها في حاجات ممنوعة ممنوعة في القصر مينفعش مثلا البصل او الطم ممنوعين ممنوعة مينفعش تاكل فاكهة في غير الموسم بتاعها يعني مثلا احنا عندنا حاجات الصوب او كده فممكن يبقى في فواكه لا هي في السيزن بتاعها تبقى فاش مثلا العشا فما فيش كاربوهايدرات ممنوعة انا هي الملكة هتوقت تعيشها وانتوا قاعدين معاها هتاكل بنفس الطريق اللي هي بتاكل بها ولو هي حطت الشوكة والسكينة فانتوا بتوقفوا اكل حتى لو مخلصتوش مثلا الفكهة بتاكل يعني مثلا الموز بتاكلوا بالشوكة والسكينة اه ده ايتيكيت بقى ملوك يعني ده ايتيكيت بتاعها لا وان الستايل بتاعها مثلا استمر الستين سنة ما بدو غيروش بتصحى في معايد وبتنم في معايد الغداء في معايد اللي عايشها تخلصوا فتتفرجع تليزيون شوية والساعة اتناشة تنام ستين سنة ماشي على النظام ده طيب طبعا من اكتر المواضي اللي عليها الجدل وكلام كتير هو طبعا عن ملكة اليزابيس عن علاقتها بموت الاميرة ديانا عايزين نعرف وانت بتكتب الموضوع ده هل اكتشفت في حاجة فعلا حقيقية بتأكد او بتمفي علاقتها بموت الاميرة ديانا؟ هو انا لما اتكلمت في الفاصل بتاع الاميرة ديانا انا عرضت اللي كان موجود يعني انا ما اتكلمتش ان وجهت اليها اتهامات كذا او لا اه الاتهامات اللي وجهت اليها بصد انا اتكلمت عن الموضوع ان الاميرة ديانا هي بتولدت في مكان قريب من القصر اه فهي والامريكا اليزابيس شافت ان هي يعني ممكن ممكن تنفع انها تخش وتبقى تبع العيلة الملكة بس زي ما انا قلت حرارك النظام او الحطان الملكة مقفول اه والاميرة دي انا عندها عشرين سنة لطيفة فانا اه كانت مش متهورة بس لا الاتكيد ده صعب قفلني اه فكانت الملكة اليزابيس وابنها مش عجبهم الستايل بتاعها اللي هي بتتحرك وبتخرج مش ملتزمة بالتقاليد الملكية او اه فكانت دي مشكلة بينهم طول الوقت وبعدين قررت الملكة اليزابيس ان هي مش هتدخل في حياتها لغاية ما المشاكل بقى بقت زيادة وكان هما بيعيبوا عليها هي بتقدر تخلي الرأي العام معها وبعدين مثلا مثلا يعني هي جات في مرة وهي حامل في الامير ويليام رمت نفسها من على السلم وتطلع بقى تتكلم كان فيه برنامج اسمه بانوراما في البي بي سي فهي طلع بتحكي ان حصل مشكلة بينها وبين جوزها وبتحكي طبعا ده حاجة مش في النظام الملكي خالص اه بعد الحادثة لما هي ماتة فالملكة اليزابيس راحة قصر يعني قاعدت فترة مع احفادها بتواسيه بصراء العام انتقادها يعني ماتت والناس شكتين ان انت عملت فانت هربتي يعني هي مش قاعدة في القصر مكانتش موجودة اه هي كانت هي قالت انها بيتواسي احفادها بس لان اموهم ميت بس مع ضغط الاعلام رجعت وفي الجنازة بتاع الاميرا ديانا كانت اول مرة الاميرا كاليزابيس يعني تختارك البروتوكول هي وبتبقى واقفة في الجنازة محدش بيتحرك لا هي شلت القبعة بتاعتها وانحنت لان هي طلعت في برنامج تلفزيوني قالت انها كانت من اكتر الشخصيات اللي مرت عليها في الاصل الملكي اه اخلاقا وهدوءا بس المشاكل اللي بينها وبين الجزء دي اللي كانت هي خرجت منها انا وانا ما اتكلمتش لان الحادثة حصلت كذا وفين وهلا اياد لا انا ما اتكلمتش وما اكتشفتش اي حاجة لا 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 طيب قولي بجد يعني انت بتقول ان انت بتجمع المصادر بتاعتك وقائع ومعلومات حقيقية بتواريخ وبتجمع كل ده بتعمله زي سامب كده وتحطه في كتابك هل حاطت مساحة لنفسك ان انت تكتب رأيك او وجهة نظرك او تقول قراءك في اي حاجة في الكتب دي؟ هو القراءة وجهة النظر بتبقى مثلا في الكتاب السياسي اكتر او في الروايات اكتر انما مثلا يعني مثلا هقول له حالك انا مثلا اعمل قبل كتاب الملكة بيكون كتاب مثلا كتابه عن الرأس الرأس فانا مثلا جاب الرأس عند الفرعنة لان احنا الفرعنة دول ما شاء الله عليهم ما سابوش حاجة معاملوهش في كل حاجة واتكلمت مثلا عن رأس في الاديان وفي التوراة وفي الانجيل وفي الاسلام قبل الاسلام وبعده وفي القاهرة القديمة فدي تاريخ هالرأيه ايه يعني مثلا موجود أن الرأس مثلا في الطورات ذكر كذا وكذا وكذا فإن أنا هقول رأيي أنا دي حاجة هو من الشرط يكون رأيك أنت مباشر ممكن يكون استنتاج أو تقول وجهة نظر مثلا وأراء بيكون مختلفة عن وجهة نظر والتانية لا أنا أنا بعرض لأ أنا دي يعني أنا لأن أنا مش مش رواقي مثلا أو أن أنا بكتب يعني مثلا ممكن أبقى باحش شوي فأنا مش هعرض لوجهة النظر اللي متوافقة معايا يعني أنا مثلا ممكن أنت بتكتب اللي أنت تحصلت عليه من معلومات وقال ففيه مثلا موقف فأنا بقول لأ تذكر كذا وتذكر كذا وبس الجريدة دي قالت كذا لا الجريدة دي قالت كذا وفي الكتاب الفلاني كذا فأنا بعرض لك الحاجات كلها قدام الحقائق يعني بس طب هل ذكرت حاجة عن الأمير هاريو وعن زواجه طبعا أو تفاصيل تخص الأمير أنا وقفت عن الوفاة بتاع الملكة آه لا يعني أنا كان الموضوع كله عن الملكة حتى أنا اتكلمت عن مثلا علاقتها بالهند طب ليه توقفت ليه ما ذكرتش حاجة عن الأمير لا يعني أنا قلت أن الكتابي بقى خاص بالملكة بس حتى لما ذكرت ابنها اللي هو الملكة الشرز اللي تولى أنا جبت الخطاب اللي هو قاله بعد وفاتها يعني أنا ماشي من قبل ما هي تيجي الوضع والملك جورجي السادس وأن هي كانوا بيتنبقوا أن هي ممكن تبقى الملكة بعده لأن هي كانت من ضمن خمس مستشارين موجودين لو الملك جر له حاجة أو سافر برة فهي من ضمنه لغاية ما هي تولدت ومشيت الحياة بتاعتها لغاية الوفاية فما اتكلمتش عن تفاصيل فيما بعد لأن هي كانت شايفة أن هي ميجان يعني نسخة مصغرة من ديان مش عجبها الوضع بس لغاية ما افتكرت بس أنا وقفت عند الوفاية ما رضيتش بقى لا لا أسرار عائلية ما فيها تدخل فيها طيب بجد أتكلمت ذكرت علاقتها بمصر أو العلاقات عن متن السياسية بينها وبين مصر أو غير السياسية حتى لأن هي طبعا فترة تاريخية طويلة فعدت زي ما بتقول ملك فاروق مثلا يعني آه لا ما كانش فيها علاقات بينها وبين الملك فاروق مثلا أو جمال عبد النصر بمصر عموما أو القطب رأس المصر هي قابلت رئيس السادات والسادة جهان لما سفر طبعا طبعا ورجعت قابلتهم تاني وكان لها تقريبا قابلت برضو الرئيس المبارك قابلته وقرمت خمسة مصريين طبعا نحن عارفين دكتور مجد يعوبو فيه أنبا هناك يعني فيه خمسة مصريين تقرموا منها وكان مثلا هي زارة مصر كذا مرة زارة السعودية والأردن وكان لها قرأة سياسية مثلا فرقود أن فيها حصل عملية اغتيال فهي شكت بس ده طبعا الموضوع ما انتشارش طبعا طبعا علاقاتها بأفريقيا كانت كبيرة جدا قوية جدا آه غير كده والمجاورات اللي هي تسارك واخديها بقى آه آه يعني هم بعتوا أنه إحنا بنطالب أن الجوهرة دي بتاعتنا فقالوا لأ دي جالنا إحنا اشتريناها طبعا لأن كان معظم من الهند وإفريقيا كانت مستعمرات بريطانية عزيم فكانت كل المجاورات دي بتطلب عزيم جدا طيب أستاذ بيجاد عايزين برضو نعرف منك مين برضو شخصية كده زي الملكة إلزباس نفسك تعمل عنها كتاب أو هتكتب لها يعني شخصية جدلية كده بص هو مش شخصيات أنا يعني زي ما قلت في الأول أنا الكتب بتيجي معا بالصدفة يعني أنا مثلا مش بيقول نويتي من أنا أعمل كتاب كذا بس مش في شخصية مثلا بتبقى يعني حاطتها في دمارك إن إنت عايز تكتب عنها يعني قصتها بقى حبيبها فيها حاجات كتيرة فناوي إن إنت تكتب عنها أنا نوي بكمل السلسلة اللي هي سلسلة الأغاني يعني أنا من التقال مثلا فأنا عملت مثلا فايزة أحمد وصباح ودول لنا يعني الخطوة الجاية وفايروس طبعا طبعا في ناس تانية بس هم ما كانوش يعني الحياة بتاعته ما كانتش كبيرة قوي فأنا ممكن أجمعهم في كذا حاجة مثلا سعاد محمد أكزئيا إنما مثلا أنا فيه كتاب شغال على الوقتي اسمه قصة حبه بس ده كتاب يعني عنه يعني هو العنوان كده قصة حبهما عشان تسأليني ده بتاع إيه حبهما في المجمل علاقات بقى مثلا نور الشريف وبوسي سعاد حسني وأكتر من جوازة يعني سعاد حسني مثلا فيه أربع من ضمنهم عبد الحليم فعبد الحليم بيتشعب معنا في قصتين تانيين مثلا سعاد سامية جمال مثلا رشدة عبازة وفريد الأطرش ففريد الأطرش يقوم داخل معنا في قصة تانية بس حلو الكتاب زي كده يكون تنور فيه أحداث وقصص كتير لا وفيه قصص بقى يعني أنا حتى أنا في المقدمة بقول إن القصة الرومانسية اللي احنا بنشوفها على الشاشة وتلفزيون وكده مش دي الحقيقة لي إن فيه حاجات تانية وراها آه طبعا تمام؟ إن مثلا أنا سمي جامل رشدة عبازة فضل مجوزين 17 سنة وفي الآخر محضرتش الجنازة بسبب إنه خانها وكده ففيه قصص وتفاصيل كتير بس؟ أنت نورتنا النهاردة بجاد وكانت حلقة لذيذة ومعلومات قيمة ومهمة جدا يمكن مشاهدين ما يعرفوهاش ودي كانت آخر فقرة لينا في نهاية الحلقة مشاهدين إن شاء الله بكرة حلقة جديدة من برنامج صباح الوالد صباح الوالد